السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي هنحضر واحد الكيكة تسميته بالمضاق ديال البرتقال الصراحة كان جديدة بزاف واحد طريقة اللي هي سهلة و بسيطة و كالتح اقتصادية كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى اتعجبكم الحلقة اليوم قبل المرون طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زر اشتراك ثم اتفعل الجرس باش توصى ان شاء الله في كل ما هو جديد و دبا خاليكم مع الطريقة تحضير فهنايا بالنسبة لطريقة والمقادر اول حاجة كنحتاج نيه ثلاثة ديال بايدات كنضيف اليهم كاز ديالعنبا ديال السكر السندة يعني ميو و خمسة و عشرين جرام و كنضيف نياح الخنيشة ديال السكر فاني و هناك نضيف واحد شوية ديال ملحة و كنخلط كل شي مزيان و هناك نضيف كاز ديالعنبا ديال الزيت النباتية يعني ميو و خمسين مليليتر و كنضيف قشرة ديالبرتقال محكو كرقيقة و كنرجع نخلط و هناك نش weaknesses و هناك نضيف واحد لياغورت صغير مدق ديال فاني و كنستعمل جوج كسان ديالعنبا ديال سميتا رقيقة يعني مائتين و خمسين كرام و نضيف هناك كاز ديال حليب دائما كنا ابرو كاز ديالعنبا تقريبا هناك يغورت ال LINES ديال حالب. وكان نرجع نخلط. وينها كان نضيف سبعين جرام ديال دقيق الابيض. وكان نضيف ستاشر جرام ديال الخميرة ديال حلوة. وكان نرجع نخلط. بعد ما كان سريح. هنا اخديت متداقب. بعد ما كان لدينا اسبط. سوف نضع طويل مستخدم ثم نضع خلط من السليم و سيدنا مباشرة نضع القلب في الاحرارة 170 درجة ثم نضع صحة مقبول ثم نضع الحمار تحديث بفرع بعد ما نضع الكيكة كبل نضع لنا الكيكة فنحتضر السيرو اول حاجة انا اخذ واحد الاناء اللي كان منه فوق النار اللي كان تكون مهيلة وكان اميل فيها واحد البرتقالة كيف شفتم معين بعد ما كان قطعها بهذا الشكل هذا وكان اضافي لها كاس ديال السكر يعني دائما كان ابرب كاس ديال العنباء وكاس ديال الماء وكان خليهم حتى يغليهم مزيان ومن بعد كان صافي ذاك البرتقال يعني كان حايدو كان احتفظ غيب السيرو اللي خصو ضروري خصو يكون سخون هاي دا باش مني كان خرجو كيكاديا نمفرن كان سقوها مباشرة وانا ايام بعد ما كتب الكيكا كتجيب هاي تشكل هادا هنا هي كان قلبها يعني مباشرة اني كان خرجو مفرن ويا ما زال سخونة باش كتقلب معنا بكل سهولة ومن بعد كان قلبها بتبصيل ديال تقديم وانا كيف كتشوفو معنا فبالنسبة الكيكا ما زال سخونة ايضا بالنسبة انسيرو راها سخون وهنا هي كان بدا نسقي الكيكا ديالي بها تشكل هادا يعني هاي بعد ابن معلقة يعني وكان خولها غبش ويبشو وهي كتشرب هنا يعن خول السيرو كامل اي دا باش كتجينا من داخل يعني كتجينا يعني رطبة وكتجينا مسقية مزيان هنا يا نخلي احتكى تبرد مزيان هذا نزينوها ونقدموها ان شاء الله هنا يا بالنسبة للتزين يعني دائما كيبقى لحسب الاختيار انا هنا اخذيت الورق ديال الزبطة اللي قطعتم هات الشكل هادا للشكل دائري وعملتوا فوق الوجه ديال الكيكا وهنا هي كان زين بالكوك الابيض اشتركوا في القناة ونهيان بعد ما سالي تمتزين الكيكا وخليتها تكون بردت مزيان هنا اي كان قدموها بهات الشكل هادا فكي شفتوا معي الطريقة دياله فهي سهل له وبسيته كتوجد ضغيا يعني دين خلاط فقط غيب الخلاط اليدوي وكان حصلوا له احد الكيكا اللي كتكون الصراحة رائعة لا بالنسبة للمدق دياله ولا بالنسبة حتى من المداخل يعني كتجين مسقية وكتجين معلقة وفي نصص ايضا كتجين شيشة كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تكون اجبتكم الحلقة ديالما واذا اجبتكم الحلقة ما تسرجت من الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوهاتينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله للجميع ودبا نخليكم على خير مسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة